عدنا إلى الحوار في هذه الحلقة نحن نتناول مسلسل في حضرة الغياب الذي يتناول حياة محمود درويش هذا المسلسل ما أن تم الإعلان عنه حتى عمليا أثرت ضجة كبيرة في العالم العربي الكثير من المخرجين النقاد الصحفيين انتقد المسلسل حتى دون أن يجري عرضه حتى الآن ولا المسلسل لم يظهر على الشاشة بعد ومع ذلك هناك ضجة كبيرة حول هذا المسلسل قبل أن نواصل الحوار بدنا نشوف كمان مرة مقطع آخر من البروموشن حتى كمان نعرف على ماذا يجري خاصة أن هذا المسلسل كما قلنا لم يعرض بعد على أي شاشة موسيقى إنا سنقلع بالعبوش الشوق والأحزان قلعا وإلا ما نحمل عارنا وصليبنا والقوم يسعى سنظل في السيكون بقرته وحول الأرض جرعا محدش بقدر يقهر الموت مفهم من هذا الشيء أنه محمود الشاعر كتب الجدارية وتولى محمود الإنسان كتابة لعب النرب شاهدنا الجزء الثاني من البروموشن سؤال جواد بولوسن هل هذا هو محمود درويش؟ بالطبع لا شاهدنا بعض الضقائق أود أن أقول أخي رمزي لكي ننهي علنا هذا الحديث بعض الملاحظات أولا من يعتقد أنه سيشاهد فراس إبراهيم يجسد محمود درويش الذي نعرفه والذي يعرفه كثيرون فهو سيخذل لأن فراس إبراهيم سيقوم كممثل بأداء دور محمود درويش خاصة في إلقائه للقصائد فراس إبراهيم يعي جيدا كما نعي نحن أن محمود درويش لن يقلد في إدائه لإلقاء قصائده ولبالتالي هو لن يكون محمود درويش سيمثل هذا الدور ولن يكون محمود درويش بالنسبة لمن يريد أن ينتقد هذا المسلسل أنا أفترض أن من ينتقد هو من حرص ومن فرط حب لمحمود درويش ولسارته ولشخصه وأعتقد أن كل من ينتقد وانتقاده مبني على معرفة بالحقائق معرفة بالسيناريو ومعرفة بالتمثيل وبالتأثيرات الفنية وما إلى ذلك فانتقاده مقبول ولكن أنا بخلاف ذلك ولست مدافعا عن المسلسل كما يظن المشاهد أنا أقول أنني أريد لهذا المسلسل أن ينجح لأنني أريد أن موضوع المسلسل أن ينجح موضوع المسلسل هو محمود درويش الذي نحبه ولذلك أتمنى من كل قلبي لهذا المسلسل أن ينجح طلع يعني ممكن أن تكون حتى هذه الضجرة هي مساهمة في إنجاح المسلسل المستقبل ولكن القاصم محمد علي طهى لنترك جانبا المسلسل أنت تعرف محمود درويش شخصيا من هو محمود درويش؟ حتى هون أنت هل شفت هذا هو محمود درويش؟ من هو محمود درويش؟ أنا لا أستطيع أن أعلق على مسلسل من ثلاثين حلقة مجواد الله شاهدته دقيقة فليكن من هو محمود درويش الذي تعرفه أنت؟ ثم بالنسبة ما قاله أخي وصديقي الجواد أنه لا يستطيع في رأس إبراهيم أن كذا وكذا كمان أنا لا أتفق مع مئة بالمئة على هذا الكلام الممثل وظيفته أن يقوم بالضرر وأن يتقمص شخصية محمود درويش وأن يحاول أن يكون تسعين بالمئة أو أكثر من هذه الشخصية حتى تكون شخصية مقنعة ولكن المشكلة دائما مع الأشخاص الذين نعرفهم مع الأشخاص الذين نعرف إذا أقيم أي مسلسل عنهم أو أي حلقات كل واحد مننا كما قلت هو شخصيته محمود درويش مثلا أنا محمود درويش بالنسبة لي هو الفتى الشاب الذي جاء من دير الأسد إلى كفرياسيف ليدرس في عام ستة وخمسين وجلسنا على مقعد واحد في واحد تسعة ألف وتسعمائة ستة وخمسين على مقعد واحد في المدرسة الثانوية في كفرياسيف طيلت أربع سنوات وأعرف بدايات محمود الشعرية ما هي المواضيع التي كان يحبها أعرف قراءاته في ذلك الوقت محمود مثلا في تلك الفترة وكنا نتنافس من يقرأ أكثر كان معجب في تلك الفترة إذا قلت لكم بشاعر محمود حسن إسماعيل أو بعلي محمود طاها هؤلاء كان شعر أواء من الجاهليين كان معجب عن طراء بن شداد كان يقول له هذه الأسماء وكان يقرأها ويحفظ قصائدها عن ضار قلب إذن محمود أنا أشوف ثم أعرف محمود الصحفي والمحرف في الاتحاد وأعرفه المحرف في الجديد وأعرف محمود الذي كانت عليه الإقامات الجبرية هذه الفترة فترة شباب محمود درويش ها حتى عام 1970 أعتقد أن الذين يعرفون هم الذين عاشوا مع محمود في كفرياسيف وعاشوا معه في حيفا عاشوا معه في عباس في الاتحاد في الجديد في ودنسناس في هذه الأماكن محمود له شخصي محمود مثلا حبه الأول كان في كفرياسيف بعد ذلك كانت له قصص حبه مثل كل الشباب نقل فؤادة كان عندما كان في حيفا مثلا شهدت مقطعا الآن عن ريتا ريتا نعم وقصيدتها القصيدة المشورة أعتقد وكما أنا لا أزعم أنني دقيق في هذا الكلام ولكن كما أعرف من أصدقاء مقربين أن فترة العلاقة مع إيريت التي سماها ريتا قلب الإسم بالأحرف لم تدم إلا بضعة أشهر ولكن ممكن مرات أن تكون علاقة لشهر أو علاقة لمرة واحدة وأن تؤثر على الإنسان من ناحية الشعرية وهذا ما حدث لمحمود أنا أفهم محمود عندما كتب عنها عدة قصائد وهو في البلاد وعندما بعده أنهاج جراء البلاد يعني أنا عندما أذكر مثلا محمود درويش شخصيته كيف كانت الشاب النزق العصبي الشاب الجميل كان عصبي محمود درويش جدا ولم يكن شخصية لم يكن شخصية اجتماعية يحب العلاقات الاجتماعية كان يحب الوحدة أو يحب أن يكون له صديق واحد أن يجلس مع فرد أو مع اثنين هكذا كان في شباب تغير فيما بعد لا أعرف أما أنا أحكي عن تلك الفترة ولكن بالفعل القاسم حمد هو تحدث عن محمود الذي نعرفه نحن محمود في سنوات الشباب محمود في كفريسي محمود في حايفا محمود في الاتحاد محمود الأديب أنا أعرف مثلا محمود كان أنيقا أنيقا في لباسه أنيقا في طعامه أنيقا في كتابته حتى عندما كان يكتب كان يتحضر للكتابة ويتزين لها طقس طقس يستحم يحلق ذقنه يتعطر يجلس هكذا في ساعات الصباح كأنه ذاهب لمقابلة ريتا أو واحدة من حبيبه هكذا كانت الكتابة عنده وقد أثر على الكثيرين في ذلك أي أن أشياء في حياة محمود في لباسه مثلا أعرف أنه كان محمود لا يميل إلى ربطة العنق لا يميل إلى وحتى في آخر لحظات حياته لم يلبس ربطة العنق على فكرة أقل من ذلك أعرف أنه كان مثلا كانت هناك ظاهرة في الفترات الستينات أن نذهب إلى مسح الأحذية ليمسح لنا الأحذية هو كان ضد ذلك يعني مثلا أذكر مرة أنه في حيفا أنه أحد مسحي الأحذية خدعه ورغما عنه بدأ يمسح له حذاءه ومسح حذاء وترك الحذاء الآخر فردي وترك الفردي وعقبه على ذلك يعني عنده كان أشياء غريبة في حياته حتى يعني أسلوب شرابه كان يختلف كيف يشرب ماذا يشرب ماذا يحب أي موسيقى كان يحب أي كتب كان يطالع فيه هناك فترات معينة في الفترة عنده كانت فترة الشعر المهجري فترة كذا بعد أن انتقل يعني أذكر مرة كان معجبا بلوركا كان معجبا بلوركا وكانت قضية لوركا يعني روح أنا ذهبت إلى استيمالسكي اشتريت كتاب للوركا ديوان شارلو شاهده معي فلما شاهده معي شتمني لأنني اشتريت لوركا وأنا لم أفهم اعتقد أنه أنا أريد أن أراقب هل تأثر بلوركا أم لا متأثر هو أكن طيب أبو علي سأعود معك لتفاصيل حياة محمود درويش ولكن بالفعل أنا سمعنا من القاس محمد علي طاها تفاصيل جميلة عن حياة محمود درويش هل أنت من خلال اطلاعك على ما جرى في هذا المسلسل هل هذه التفاصيل مثلا تطلع بالمسلسل يعني مرة أخرى ما سمعناه من أبو علي جميل وهي عنوين يعني ما كانش من المفروض مثلا ما كانش من المفروض مثلا كاتب سيناريو يقعد مثلا مع أبو علي يسمع عن هذه المرحلة السؤال السؤال لا يمكن الافتراض أن على كاتب سيناريو أن يجلس مع كل من عرف محمود ليسمع منه تفاصيل دقيقة لتسند أو تدعم لكن هناك من عاش مع محمود ولكن أقول علي وعلى أبو علي وعلى محبي درويش أن يسألوا هل هذه الصفات هل هذه مركبات الشخصية تنعكس أو لا تنعكس في المسلسل تنعكس بشكل سليم أو بشكل مشوه تنعكس على حساب شيء ولا حساب آخر هذا هو السؤال الذي سيهم أبو علي في النهاية أبو علي تحدث عن محمود القلق محمود الوسيم محمود المحب محمود المجتهد محمود المستثقف محمود السمح محمود الوحيد المتألم هذه صفات في شخصية محمود والسؤال أنا عايشت هذه الصفات من زوايا أخرى وفي سنوات أخرى من حياة محمود لأنني لم أكن مجايلا لفترة أبو علي ولكن بقيت هي الصفات بشكل أو بآخر السؤال الذي يسأل وسنسمع من أبو علي أكثر عن ذلك عن محمود الحقيقي السؤال الذي يسأل وهكذا سيمتحن هذا المسلسل هل عرض هذا المسلسل لهذه الصفات لهذه الشخصية المركبة جدا أم لا أنا أود أن أتحدى أنه فيه نقطة هامة الفترة التي عاشها محمود حتى عام 1970 قبل أن يهاجر هنا في الداخل نعم في الداخل أعتقد أنه كان على كاتب السيناريو أن يهتم وأن يجري بحثا عن هذه الفترة في الداخل وليس مطلوب أن يعرف كل شيء كل صغيرة وكبيرة ولكن يعني يجب أن يعرف أنه محمود متى بدأ يكتب الشعر عندما كان طالبا كيف كان يعيش في ود النس ناس كيف كانت الإقامة الجبرية عليه أذكر لما كنا طلاب في الصف في عام 58 في الصف العشر أصدر سميح القاسم مجموعتها الشعرية الأولى مواكب الشمس وكان حدث أن يصدر تصدر مجموعة الشعرية في تلك الأيام فذهبنا من كفر ياسيف ثلاثة طلاب لنلتقي بالسميح كان سميح هو الشعر المعروف وكنا نحن مبتدئين كان محمود في بداياته وكان سالم جبران وكنت أنا ذهبنا الثلاثة إلى الراما ونمنا عند سميح ليلتين وسمعناه وسمعنا بعد ذلك عدنا كتب محمود قصيدة سمها عروس جبل حيضر عروس عن الراما رد عليه سميح القاسم في قصيدة اسمها بلبل دري الأسد ونشرت القصيدتان في ذلك الوقت هذه بدايات يعني أنا مثلا هذه فترة العلاقة بعد ذلك تطورت العلاقة مع سميح في حيفا في الجديد وفي الاتحاد وفي السكن في عباس وفي قضايا أخرى عديدة يعني هل هذا المخرج أو كاتب السيناريو يستطيع مثلا أن يكتب عن هذه الفترة عن العلاقات في الاتحاد عن علاقاته كانت مع إمي الحبيبي مع صليبة قميس مع توفيق طوبي مع محمد خاص مع علي عجمو مع توفيق زياد مع كل هؤلاء في هذه الفترة أعتقد أن كاتب السيناريو مهما كان قديرا هو يجهل هذه الفترة صحيح أبو علي حتى أنت صاحب أصلا العنوان للكتاب الرسائل ما بين محمود درويش وسميح الكاسم بين شطري وسائل بين شطري وبرتقال فأنت صاحب العنوان وكتبتها حتى هناك أنا أعلم ذلك على طاولة الاتحاد عندما كنت محررا محرور ثقافيا ثقافيا لجريت الاتحاد ولكن نحاول هذا الموضوع كمان مرة بس نخرج إلى الفاصل وسنعود عن محمود دروي فاصل ترجمة نانسي قنقر